كشفت دكتور مصطفى المنايري رئيس الجهاز الطبي بنادي برد عن إجراء محمود عبدالعاطي دونجا لاعب الفريق لعملية جراحية بأحد المستشفيات بعد أسلط القوية خلال لقاء جي كي يو بطل زينجابار دونجا تخبط خبطة جمدة جدا في مناخيره في المغرى فأثرت على كسر المضاعف فإن شاء الله يرجع بإذن الله ويرجع بإذن الله قريب إن شاء الله في المرحلة المقبل نروح لنادي الاتحاد السكنداري لنجح في الحصول على خدمات عدد من اللاعبة أبرزهم مران داود الزهير الأيمن لنادي إنبي خلال فترة انتقالات الحالية الصيفية على سبيل الإعارة أولا وبعد كده نادي الاتحاد أنا اتفاقه النهائي أيضا مع إنبي الحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم وعنها مسؤول زعيم الصغر والنادي البترولي كافة الأمور المالية والتعاقدية بخصوص هذا اللاعب لتقدم خطوة إلى الأمام ناحية اتحاد السكنداري السيد البلد وعلى جانب الفني أعلن القبروسي بابا فاسيليو المدير الفني الجديد للاتحاد السكنداري بدء فترة الإعداد إن شاء الله الأسبوع الأول من شهر ستمبر المقبل يمكن مازلنا حتى الآن بندور على أبرز الأخبار الخاصة بالعندي المحلية عندنا نادي البنك الآلي أعلن التعاقد عن محمد إبراهيم وأحمد ياسر ريان سنائي السيراميكا كيليو بوترا التعاقد ده جاء لمدة موسمين بعد الاتفاق التام بين الطرفين على بنود التعاقد طبعا كذلك أحمد ياسر ريان هيكون بقى لمدة 3 سنين محمد إبراهيم سنتين أحمد ياسر ريان 3 سنين وإن شاء الله طبعا تشوفوا النجمين إن شاء الله بيساوبهم الجديد في البنك الآلي في الفترة المقبل إن بيوافق على انتقال صيف الخشاب إلى نادي أسترايس اليوناني لمدة موسم على سبيل العارة بنية الشراء بعد اقتناع المدرب الصرب بقدرات اللعب شافوا قبل كده الموسم اللي فات وبعد كده أصر إن هو يجيبه السنة دي خشاب انتقل من الموسمين قادما من السبورتينج إضافة كويسة جدا أنا بشكر إدارة نادي أينبيل اللي عندها الفكر اللي استثماري إن هي تجاهز لعيبة وعناصر المحترفة جديدة نروع لنادي غزل المحلة غزل المحلة بيأخوض مساء اليوم بقيرة المدير الفني أحمد عيد عبد الملك واحد من نجوم نادي الزمالك وعرس الحدود ومنتخبنا الأولمبي لقاء ودي ختامه مع النادي الأولمبي للعب قبل هذه المباراة أربع لقاءات ودية فاز أولا على أصحاب الجياد والسبورتينج وتعادل مع لفينا بهدف لكل فريق وخسر من دا منهور بهدفين مقابل هدف تعالى نتعرف أكتر على استعدادات فريق غزل المحلة الساعة حديثا لغزل المحلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر